بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ دكتور عبدالله مغازي. استاذ مساعد الروماتيزم والمناعة جامعة القهرة. هنتكلم نهاردة عن امراض الروماتيزم وامراض المناعة وفيروس كورونا. طبعا فيروس كورونا ده حاجة منتشرة جدا دلوقتي وحاجة ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا. ازاي مرضى المناعة يستخدموا الادواء بتاعتهم مع فيروس كورونا. ده اللي هنتكلم عليها النهاردة. اول حاجة حضرتكم كلكم تعملوا سبسكرايب شير ولايك لدعمنا وتقديم فيديوهات تثقفية في مختلف الامراض ومختلف الامراض المناعية والروماتيزمية. شكرا لحضرتكم. دير عناصر ان نتكلم عليها النهاردة. اول حاجة نصائح عامة نصائح للبشر كلهم مش لامراض الروماتيزمية بس. مش لامراض المناعية بس. نصائح لكل الناس عشان نحمي نفسنا ونقي نفسنا من اي عدوى سواء فيروس كورونا واي فيروس تاني واي بكتيريا تاني. تاني حاجة هل في حاجة بتاول مناعة? ازاي انه اول مناعتنا? وتالت حاجة واخر حاجة واهم حاجة ما هي الادوية اللي نقفها والادوية اللي ناخدها الكوتوزون ومثبتات المناعة بالنسبة لامراض الروماتيزم وامراض المناعة. اول حاجة في التعليمات العامة ما تلمسش وجهك. مش دايما تحطي ايدك على وشك وايدك مش مخصولة. ايدك ديت وانت بتمسك اي اكرة الباب وانت بتسجل الزرار في الاسنصير وانت بتركب عربيتك وانت ماشي في الشارع وانت روحت عند السوبر ماركت وانت المست اي حاجة عربية اللي موجودة في السوبر ماركت اي حاجة المستها ممكن يكون فيها عدوى من ايد حد تاني مسك الحاجة ديت. فما تحطش ايدك على وشك لان لو حطيت ايدك على وشك العدوى ممكن تنتقل اليك وتسبب لك مشكلة. فدايما ما حدش يحط ايده على وشه. تاني حاجة غسل اليدين جيدا. وغسل اليدين بالمية والصابون لمدة من عشرين لتلاتين ثانية كفيل بالتخلص من المكروبات نهائيا. ودي حاجة مهمة جدا. ان انت تغسل ايدك. مفيش اه مية موجودة تغسل بكحولة. بمعك ازازة كحولة سبعين في المية. اول ما تلمس حاجة او اه مسكت حاجة او اه ايدك تلوست باي حاجة بالكحول ده وتتعقم ايدك تماما. وده كفيل بالتخلص من الفيروسات. بعد ما تغسل ايدك تجففها تماما عشان ما فيش حاجة تعلق بيها وتمسك عليها وتبقى مصدر للعدوى. الكحة والعطس والسعال باستخدام المناديل الورقية. لازم يكون منديل ورقية معاك. المناديل الورقية ديات ما ترمهاش في الشارع. ونشوف عدد سيئة الناس بتمسح في المناديل. والمناديل تمشيها في ارمي في الشارع وترمي المناديل في الشارع. تما دي ممكن تكون مصدر عدوى لكل غيرك. فبلاش رمي المناديل في الشارع استخدام مناديل الورقية تستخدم بر واحدة وترمى في الشارع وده ممكن مش موجود مناديل تكح في كمك. بلاش تكح في ايدك. او تعتص في الكمة بتاع دراعك. يعني تجيب دراعك على وشك وتعتص وتكح في دراعك او في الهدوم بتاعتك. الماسك. والماسك بقى حاجة كوموديئة جدا للأسف الناس لابسة الماسك ومشي في الشارع. الماسك مش بيمنع العدوى. وبعدين وانت لابس الماسك لطريقة معاين لازم تلبسه. ما تمسكش الحتة اللي موجودة على وشك. تمسيكه من الاستك الورى وتلبسه. ومش لازم تلبسه باستمرار. نشوف ناس ركبة العربيات ولابسة الماسك ما فيش حاجة اسمها كده. تلبس الماسك لو انت رايح في مكان ممكن يكون في عدوى. تلبس الماسك عشان ما يخليكش تلمس وجهك. ما تحطش ايدك على وشك. ينبهك دايما. تلبس الماسك عشان الناس اللي جاية تاخد بالها منك ما يقربوش منك. يعني اه? فدي حاجات مهمة جدا للبس الماسك. انا ما مش لابسين الماسك عمان على بطال. والماسك يتلبس مرة واحدة. فيه ماسكات وماسكات الماسكات اللي بتستخدم مرة واحدة ما ينفعش تلبسها كل يوم. الفيروس ممكن يعيش على على الماسك ده اا اكتر من تمن ساعات. فالماسك ترميه في الباسكت بتاع الزبالة مش لازم ترميه في الشارع. التباعد الاجتماعي. يعني ايه? انسى الناس الفترة ديت مش لازم تزور الناس. يلزم بيتك. الاكل ممكن تجيبه تجيب حد يجيب لك. مش لازم تروح انتك تجيب حاجتك. اكل من البيت افضل حاجة لو اكلت اكل البيت افضل حاجة. مش لازم تروح. المسافة اللي بينك وبين البشر قديه. بيقولوا ستة اقدام. ستة اقدام يعني متر ونص متر وتمانين سان تقول مترين. يعني المسافة اللي ممكن يتنقل منها الفيروس من انسان لانسان هي مترين. فالتباعد عن البشر بمقدار مترين ده مهم جدا لمنع نقل العدوة ومنع اي مشكلة ممكن تحصل لحضرتك. المسافة. ما مش لازم نسلم على حد. مش لازم نبوس بعض. يبا انت شايف واحد مبارح وتجيب تسلم عليه وتبوسه انه حتى ما ينفعش. او انت ساعتك تبوسي واحدة وتقابله ولازم نبوسه بعض سبع مرات يعني ما ينفعش. المسافة من بعيد. من بتلوح بالايدي. يعني ممكن شاور له بايدك بالايد من بعيد كده. مفيش تقبيل نهائيا. فدي حاجات مهمة جدا لمنع انتشار العدوى. نيجي للنقطة اللي بعد كده بعد معرفنا التعليمات العامة وهي ادوية تقوية المناعة. هل هناك ادوية لتقوية المناعة? لا طبعا ما فيش حاجة اسمها ادوية تقوية المناعة. النصابين كلهم يطلعوا على السوشيال ميديا وعا الفيسبوك. وعندنا الكوركومين عندنا الكولاجين عندنا الفيتامين دي ثري اللي بقاول مناعة وبمنع فيروس سي. يعني فيروس سي ده فيروس سي سبقى الاربع شهور. مع عقولة عملوا ابحاث نصابين دول على فيتامين دي ثري وعلى الكوركومين. وشافوا انه بيمنع الكورونا طبعا ده بيعولكوا العطبة الخضرة وبيعولكوا النصب في مشوية برطبات ما لهمش اي لازمة. فما تشتروش ادوية بتاول مناعة. ما فيش ادوية في العالم كله بتاول مناعة. واللي يقول لك اخد ادوية تاول مناعة والديني ادوية تاول مناعة والكلام ده كله كلام فاضي وملوش اساس علمي. بتروح تشتري ادوية غالية جدا. وادوية عدمت القيمة وملاش اي فايدة ومش هتعمل لك حاجة ومش هتأثر على جسمك في حاجة. بالحاجس ده ممكن تضرك وتسبب لك مشاكل في الجسم. ده بالنسبة للادوية تقويت المناعة وما فيش حاجة اسمها ادوية بتقوي مناعة. التجمعات. التجمعات تبعد عن التجمعات. مش لازم تروح البنوك. البنوك اللي يمدي زحمة ولان حدده ساعات العمل فالبنوك زحمة جدا. الاسواء ممكن تجيب حاجتك من جنبك. من سوبر ماركت جنبك. من مكان جنبك. مش لازم تروح المول. مش لازم تروح السوق. الحاجة تجي لك لحد البيت. يعني الخروجات والتجمعات دي بلاشها. وتخرج وتروح الساحل الشمالي تروح المصيف تروح حاجات زي كده فيها بشر كتير. في مؤتمرات في حاجات زي كده بلاش. الزيارات العائلية كفاية تليفون الفترة ديت. مش لازم نزور بعض. يا سلاة الرحب حاجة مهمة ونزور بعد حاجة مهمة. ولكن اجل الموضوع الفترة ديت. السفر. ما تسافرش. اللي لو كنت حاجة ضرورية جدا. يعني ازم بيتك. اه بلاش الموصلات العامة الموصلات العامة ديت. يعني انت بتركف حاجة مثلا الميكرواز فيه اربعتاشر راكب. دول واحد منهم ممكنية الاربعتاشر. ما تسافرش المناطب موبوءة. يعني مثلا معروف اه المحافظة ديت او القرية ديت او المكان ده فيه حالات كتير بلاش تروح وبلاش تسافر المكان اللي فيه العدوى او مبوء بالفيروس وربورتت ان فيه حالات كتيرة موجودة في المحافظة او في المكان ده بالفيروس. نيجي بعد كده للادوية اللي مرضى المناعة ومرضى الروماتيزم بياخدوها. اول حاجة الكورتزون. الكورتزون ما توقفش الكورتزون ولا تقلل الكورتزون خوفا ان يجي لك فيروس كورونا. اي حد بياخد كورتزون ويقلله مرة واحدة او يوقف الكورتزون مرة واحدة العدوى ممكن تزيد. ممكن يحصل له حاجة اسمها او نقص حد في املاح ومعادن الجسم ويموت فيه. يحصل له هبوط مفاجئ في في الضغط واسهال مستمر الفقدان شهية لو وقف الكورتزون وممكن تحصل له مصيبة ويموت فيه. فممنوع وقف الكورتزون ولا تقليل الكورتزون. الادوية المثبتة للمناعة. احنا بنتكلم دلوقتي على التوصيات بتاعة الجامعية الاوروبية للروماتيزم. قالت محدش في الفترة دي تقلل الادوية المثبتة للمناعة. قال لك ايبقى? قال لك اساسا انت لو عندك مرض مناعي وبتاخد ادوية مثبتة للمناعة مع كورتزون. لما تحكم مرضك المناعي بتقوي مناعة الجسم بتحارب الميكروبات. لما يكون مرضك المناعي اكتشفوا ان المرض المناعي النشط اللي فيه نشاط زيادة اللي مش محكم بالادوية كويس. اكثر عرضة اكثر عرضة للاصابة بالعدوى والبكتيريا والفيروسات. فتاخد الدواء بتاعك والادوية بتاعتك والادوية المثبتة للمناعة. ثوان بقى كان اميران ميسوتريكسيت سايكول فوسفومايت. علاج بيولوجي. كل الادوية تتاخد. ما فيش ادوية تتوقف خوفا من منعتك تنقص بسبب البرونا بالعكس دمتة لو ما خدتش الدواء منعتك هتكون اقل. انما الادوية ديت لما بتحسن نشاط المرض بتحسن مناعة جسمك. التواصل مع الطبيب. ليس ضروري دلوقتي التواصل الشخصي مع الطبيب. مش لازم تزور طبيبك الفترة ديت. يعقد في بيتك وممكن تتواصل مع الطبيب بتاعك عن طريق اي وسيلة. عن طريق الواتس عن طريق التليفون عن طريق اي حاجة. بس بلاش تسافر الفترة ديت وبلاس شروح مستشفيات بلاس شروح اماكن زحمة وعيادات زحمة وحاجات زي كده ممكن تسبب لك مشكلة او تنقل لك العدوى. نجي بعد كده انت لو جالك اعراض معينة ازاي تعرف ان انت عندك كورونا. اعراض كورونا الكحة ارتفاع درجة الحرارة كرشة نفس السعائل. لو جات الاعراض دي عند اي حد لازم ممكن يروح يستشير المكان او المستشفى اللي فيها اللي جنبه ما يروحش عيادة خاصة يروح المستشفى يروح للمكان المعروف انه بيفرز الحالات او بيتابع الحالات بتاعة آآ فيروس كورونا ويكشف وممكن هما يحللوله حسب المكان وحسب المنظمة وحسب بزارة الصحة اللي بتحدد الحالات اللي ممكن يكون عندها كورونا وممكن يحللولك ويشوفه عندك كورونا. عندك كورونا اعمل ايه في الادوية اللي عندي? اخذ الادوية ازاي? الكورتزون الكورتزون مايتوقفش. الكورتزون ممنوع الوقف الكورتزون. حتى لو الكورتزون جالك العدوى تمشي عالكورتزون ومتوقفش الكورتزون. الادوية التانية اللي هي المثبتة للمناعة تتوقف في اسناء العدوى. يعني نمشي على الكورتوزون ونوقف الادوية المثبتة للمناعة. ده في اسناء لو جالك عدوى بفيروس كورونا. فده وده بيخضع الطبيب المعالج بتاعك هو اللي بيحدد تاخد ايه وتوقف ايه. فالنقطة دي مهمة جدا ان انت تمشي على الادوياء. خفيت من الكورونا ترجع للادوية بتاعتك تاخد الكورتوزون بتاعك تاخد الادوية بتاعتك عادي ان فيش اي مشكلة. وتكمل عليك بتاعك. نشكر حضراتكم ونتمنى لكم صحة وعافية. وربنا يقينا شر الامراض وشر فيروس كورونا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.